معنا من واكشوت البخاري محمد مؤمل إعلامي وباحث في شؤون الاستراتيجية مساء الخير سيدي أهلا بك في البداية هل توافق المعارض والببكر في رؤيته الإيجابية للمئة يوم الأولى من عهدة الرئيس محمد ولد الغزواني أهلا وسهلا شكرا نعم أوافقه في الرؤية الإيجابية بل أرابع أن الأمر ربما يكون أبعد مما ذكره لأن فيه أقرأه من عدة نواحي أولا هو يعبر عن تهدئة تهدئة الأجواء السياسية في البلد وهذه التهدئة بدأت في الحقيقة قبل انتخاب الرئيس الحالي محمد الغزواني لأنها بدأت مع بداية حملته الرئاسية حيث جعلها البند الأول من برنامجه السياسي ولكن الجديد فيها هو أن منافسوه الذين لم يعترفوا حتى بمشروعية انتخابه هاهم اليوم يراجعون موقفهم ويعترفون بمشروعيته ضمنيا بل يزيدون ويمدحون ما قام به خلال المائة يوم الأولى من حكمه وهذا طبعا يستحق التشجيع لأن فيه تهدئة الأوضاع وإذارة نوع من الطمئن والثقة بين الفاعلين السياسيين في البلاد نعم لكن في المقابل أستاذ البخاري إذا كان الأمر مثل ما تصفه الآن يعني في هذه الحالة لن تكون هناك معارضة هذا يذر بميزانة ديمقراطية وقد يفتح أيضا الباب أمام ولد الغزواني لفعل ما يحلو له دون أي معارضة تذكر هذا ذعلا من الإشكاليات الكبيرة التي تعاني منها موريتانيا بل ليست موريتانيا فقط بل بلدان العربية والبلدان العالم الثالث هو ضعف المعارضة المعارضة عادة تتخذ موقفين إما معارضة تصادمية لا تلتقي أبدا مع الأنظمة الحاكمة وإما أيضا معارضة تحاول إرضاء الحاكم أنا أرجو من المعارضة الموريتانية وبالذات مسيد محمد البكر أن يعترفوا بما تم إنجازه كشيء إيجابي وأن أيضا يبقوا في مواقف المعارضين ينتقدون بأن يكونوا معارضة بناءة تقترح الحلول وتقبل أيضا بما تم إنجازه نعم أستاذ البخاري أيضا في المقابل البعض يتحدث عن الاجتماعات التي بشرتها السلطة مع أطياف واسعة من المعارضة مثل هذه التصريحات هل تساعد؟ وهل يمكن قراءتها على أنها ليونة فوق الحد من جانب المعارضة في انتظار ربما الاجتماعات وما تسفر عنه من نتائج؟ لست أدري هل هي فوق الحد؟ الشيء الأكيد بأنها فوق الحد الذي تبنته المعارضة من قبل لأن المعارضة من قبل أو بعض أطرافها ومن المسلم محمد أبو بكر قالوا بأن الانتخابات الأخيرة الرئاسية لم تكن سليمة ولم يعترفوا بنتائجها هذا موقف أرى فيه نوع من التطرف واليوم هاهم يعترفون بالنتائج وهاهم يتفاوضون مع الرئيس الحاكم وكان هو المبادر هو صاحب المبادرة وفعلا تجاوبوا معه إلى أي حد سيسير تجاوبهم معه؟ سيتمكنون من كسب مسافة بينهم وبينهم لذلك ما أرجوه وأرجوه أيضا بأن يعترفوا بما تم تحققه وبأن تكون أعراؤهم اقتراحات بناء وليست فقط انتقادات هدام نعم أستاذ شكرا جزيلا لك البخاري محمد محمد الإعلامي والباحث في شؤون الاستراتيجية كنت معنا من العاصمة الموريتانية نواكشورت شكرا جزيلا